شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذه هي الأمنية هذه هي الأمنية التي يتمناها الجميع ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ما هو معنى قرة الأعين أحيانا أنتم تكونون في حالة استقرار في حالة طمأنينة لا يوجد هناك أمر يقلقكم في هذه الحالة العين تكون مستقرة ولكن أفرض أن هناك شخصا أضاع دربه في الصحراء في صحراء الربع الخالي واحد ضيع طريقه والظلام يكاد يحل هذا الشخص يعاني حالة اضطراب وحالة وحشه وحالة خوف يمكن أن يموت من العطش يمكن أن تأتي الحيوانات الضارية وتفترسه عينه تدور يميناً وشمالاً مرة يلتفت إلى يمينه مرة يلتفت إلى شماله يطالع أمامه يلاحظ خلفه يبحث عن نجاة من هذه الورطة التي تورط فيها هذه الآية تعبر عن حالة الطمأنينة وحالة الهدوء وحالة الاستقرار ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيون بعض الأفراد حياتهم العائلية حياة مستقر وبعض الأفراد حياتهم العائلية حياة مضطربة بعض الآباء والأمهات مطمئنون من أولادهم من أبنائهم وبناتهم إذا ليلة من الليالي تأخر قليلا لا يقلق لذلك لأنه مطمئن من هذا الولد ولكن هناك بعض الآباء وبعض الأمهات دائما يعيشون حالة القلق وحالة الاضطراب أنقل لكم قضية عجيبة أب وأم لاحظوا هذا النموذج أب وأم يعيشان في بلد مع ولدهم المفروض أن هذا الابن يكون مفخرا للعائلة المفروض أن هذا الولد هذا الابن يكون عونا لأبيه وأمه ولعائلته الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يقول وزين بهم مجالسي يعني أولادي عندما يحضرون في محفل يكونون زينة ذلك المحفل الأب يشعر بالفخر عندما ينظر إلى ولده وإلى بنته ولكن لاحظوا أن هذا الولد وأن هذا الابن على أثر غفلة والديه الأب والأم لم يستطيع أن يشاهد تصرفات هذا الولد الولد الذي لا إيمان له لا دين له هذا يدمر حياة والديه هذا الاب وهذه الأم لم يتمكنا أن يشاهد ولدهم ولم يتمكنا أن يعيش في بلد فيه ولدهم فجمعوا حقائبهم وارتحلوا عن ذلك البلد إلى بلد آخر حتى لا يعيش في بلد فيه هذا الولد لاحظوا الفرق الكبير ولد يكون مفخرا لعائلته وولد هذا الولد الأب والأم لا يتمكنا أن يعيش في بلد يعيش هذا الولد القضية تتعلق بماذا؟ يعني لماذا بعض الأولاد هكذا؟ ولماذا بعض الأولاد هكذا؟ لماذا بعض الأفراد يعيشون حياة زوجية هانة؟ وبعض الأفراد يعيشون حياة زوجية مضطربة ومشحونة بالمشاكل؟ لماذا؟ بعض الأفراد يعتقدون أن هذا حظ القضية تتعلق بالحظ يقولون فلان محظوظ عند زوجة طيبة افلان واحد ما إلحة من الناحية العلمية الحظ كلمة لا وجود لها في هذا الكون الذي يعيد نعيش فيه لا يوجد هناك مفهوم يقال له الحظ في العالم حظ ماكو وإنما جميع القضايا ترتهن بمجموعة من العوامل تنتهي إلى مجموعة من النتائج الذي يعيش سعيدا لأنه وفر مجموعة من العوامل والذي يعيش الشقيا لأنه ما وفر هذه العوامل نحن في هذه العجالة نذكر ثلاثة من هذه العوامل العامل الأول عامل المعرف أنتو عندما تريدون أن تتعاملوا مع الجهاز مع آله مع جماد تحتاجون إلى معرفة أنتو عندما تشترون سيارة كيف تتعاملون مع هذه الآلة الصماء هل يمكن بدون معرفة هل يمكن بدون دورة تمرينية تتعلمون قيادة السيارة إذا واحد قاد السيارة بدون معرفة ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يسقط في هاوية وينتهي رجل يتزوج امرأة لا يعرف كيف يدير الحياة العائلية يفشل أو لا يفشل؟ يفشل امرأة تدخل الحياة العائلية ولا تعرف كيف تتعامل مع زوجها؟ تفشل أب وأم عندهم أولاد كيف يتعاملون مع هؤلاء الأولاد؟ إذا لا توجد هناك معرفة ولا يوجد هناك علم واحد يفشل كثير من الآباء والأمهات في بعض الأخيان يتحيرون كيف يتعاملون مع أولادهم هل يأخذونه بالشدة؟ أو يأخذونه باللي يتحير هناك ضوابط علمية وكثير من هذه الضوابط موجودة في روايات أهل البيت نحن قليلا ما نطالع روايات أهل البيت صلوات الله عليهم البحار مية وعشر مجلدات كم مجلد من البحار طالعنا؟ طالعنا مجلد واحد؟ هذه الثروة المجهولة دقائق الحياة العائلية توجد في روايات أهل البيت دقائق المناهج التربوية توجد في أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم فأول شيء حتى يتحقق هذا الهدف ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين نحتاج إلى المعرفة هذا الأول الشيء الثاني نحتاج إلى الأخلاق للأخلاق بمعناها الضيق الأخلاق بمعناها الضيق يعني طلاقة الوجه يعني أن تسلم على من قابلك هذه من الأخلاق ولكن الأخلاق بمعناها العام يعني كيف تتعامل مع الطرف هذا معنى الأخلاق الأخلاق بمعناها العام الآن أذكر لكم بعض النماذج بعض المفردات الأخلاقية من جملة المفردات الأخلاقية المشورة في الحياة العائلية هناك في الحديث الشريف المنافق يأكل أهله بشهوته والمؤمن يأكل بشهوة أهله اليوم أجيت للبيت المرأة تقول لكم ماذا نطبخ في هذا اليوم المنافق يقول كذا يفرض إرادته على زوجته ولكن المؤمن يقول لزوجته كل ما تحبون يأكل بشهوة أهله إلى أين نسافر؟ نسافر إلى هذا البلد أو إلى ذلك البلد الملاك في الحديث الشريف أن المؤمن يسافر بشهوة أهله يعني باشتهائهم والمنافق يسافر أهله بشهوته يفرض رأيه هذا النوع من الأخلاق وذلك نوع من الأخلاق الله تعالى في قضية جزئية وهي قضية الفطام يقول تشاوروا فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور المرأة تفطم أو لا تفطم الوليد تشاور بينهما حتى في هذه القضية الجزئية التقدير هذا من الأخلاق تقدير الآخرين لاحظوا حياة النبي صلى الله عليه وآله كان يقدر أصحابه الصالحين تقدير يعطيهم أوسمة أنتو عندما تأتون إلى البيت وتجدون أن زوجتكم قد طبخت لكم الطعام وأدارت البيت وتحملت ألم إدارة الأطفال كل واحد يحتاج إلى تقدير حتى عاملكم المستخدم عندكم الذي يجيب شاي يجعله أمامكم يتوقع منكم تقدير فكيف بشريكة حياتكم تحتاج إلى تقدير التقدير ليس لازم يكون تقدير مباشر ولو تقدير غير مباشر أن تعبر عن امتنانك الرجل يعبر عن تقديره لزوجته الرجل أيضا تحمل ذهب إلى الدكان وتحمل عناء العمل وواجه مختلف ضغوط الحياة عندما يدخل في البيت يتوقع التقدير من زوجته من أخلاق الدين التقدير والتشكر من الأخلاق بمعناها الأعام بمعناها الواسع المحبة بذل المحبة أكو بعض الأفراد رجال ونساء عدهم حالة المحبة وحالة المودة وأكو بعض الأفراد عدهم حالة جفاف وحالة خشونة وحالة غلظة المحبة إحدى الأركان المهمة في النجاح في الحياة العائلة وفي الحياة بشكل عام أنقل لكم هذه القضية لاحظوا هذه القضية فتاة في إحدى القرى النائية تزوجت هذا الرجل كانت عنده حالة الغلظة والشدة والخشونة كبعض الرجال مع الأسف المرأة ما عاشت حياة هانئة مستقرة وكانت تعيش الألم بالمعاناة كان في تلك القرية يوجد شيخ يعني رجل طاعن في العمر حنكته التجارب حنكته الأيام هذه الفتاة ذهبت إلى شيخ القرية وقالت لها أنا مو مرتاحة ويزوجي في حياتي العائلية فماذا أصنع الرجل المحنك فكر وقال لحل هذه المشكلة أكو هناك طريقة واحدة وهذه الطريقة أن تذهبي إلى الصحراء في الصحراء أكو ذئاب أن تقطعي مجموعة من شعرات ذئب حي وتأتيني بتلك الشعرات أنت بنفسك هذا هو الحل الوحيد الفتاة تحيرت ماذا تفعل كيف يمكن لفتاة أن تذهب إلى الصحراء وتواجه ذئبا حيا وتقلع منه شعرات مو ممكن الذئب حيوان خطر بالذات إذا رأى الفرد وحده في الصحراء يهجم عليه ويمزقه تمزيق لكن ماكو طريقة إلا هذه الطريقة ذهبت إلى الصحراء ذهبت في مكان آمن مثلا مكان مرتفع بعد فترة رأت ذئبا يمشي راقبت الذئب ذهب ذهب إلى مغارة دخل تبين أن هذا الذئب إلى أطفال في هذه المغارة ويحمل لهم الطعام كان يحمل طعام في اليوم الثاني هذه الفتاة جاءت بمجموعة من العظام وكمية من اللحم عندما الذئب مر ألقته في طريق الذئب الذئب أخذ العظام واللحوم وأكل كمية منها وحمل الباقي إلى أطفاله في اليوم الثالث في اليوم الرابع في اليوم الخامس وإذا شيئا فشيئا هذه الفتاة أخذت تقترب إلى ذلك الذئب الذئب تحول إلى صديق لهذه الفتاة لاحظوا هذه القضية أخذت تذهب إليه بدون خوف في يوم الأيام ذهبت معه إلى المغارة وأخذت ترب على ظهر الذئاب الصغيرة وبدون تظاهر قلعت عدة شعرات من الذئاب الصغيرة ثم ذهبت إلى شيخ القرية وقدمت له الشعرات قال من أين جئت بهذه الشعرات فنقلت له القضية قال أيتها الفتاة أنت تمكنت أن تروض ذئبا الحيوانات المفترسة تروض كيف تروض الحيوانات المفترسة هل قرأتم هكذا كتبوا في الكتب الحيوانات المفترسة التي لا تعقل تروض بالمحب أنتو أبرزوا لها الحب والود والحنان الحيوان المفترس يتحول إلى حيوان أليف وصديق لكم أنت اللي تتمكنين أن تحولي الوحش الكاسر إلى حيوان وديع وأليف كيف لا تتمكنين أن تعيش مع زوجك شوية يحتاج إلى محب شوية يحتاج إلى حطف شوية يحتاج إلى حنان البشر مهما كان قابل للتروير أنتو كلكم لعلكم سمعتم من الخطباء الكرام ذلك الرجل الشامي جاء إلى المدينة المنورة ورأى الإمام الحسن المشتبى صلوات الله عليه فأخذ يلعن الإمام ويشتم الإمام رجل يعيش أجواء الإعلام الأموي أخذ يشتم الإمام ويلعن الإمام يعني هذا رجل خارجي ماذا كان موقف الإمام الإمام سكت ولم يرد عليه بشيء إلى أن أكمل كلامه ثم أقبل عليه وسلم عليه وضحك في وجهه وقال له أظنك غريبا مو أهل المدينة ولعلك شبهت يمكن ما تقصدني تقصد واحد آخر يعني الإمام قال له عذره فإن كنت غريبا آويناك وإن كنت جائعا أشبعناك وإن كنت عاريا كسوناك وإن لم تكن لك داب حملناك عندما رأى هذه الأخلاق من الإمام المجتبى صلوات الله عليه انقلب البشر يتحول البشر قابل للتحول ولكن إذا رأى المحبة إذا رأى العطف والشفق فأخذ يبكي ذلك الرجل الخارجي الشامي وقال للإمام المشتبى صلوات الله عليه أشهد أنك خليفة الله في أرضه الله أعلم حيث يجعل رسالته ثم جاء عند الإمام المشتبى وكان في ضيافته وقال كنت أنت وأباك أبغض الناس إلي والآن أنتم أحب الناس إلي المحبة جدا مهم الحياة العائلية تحتاج إلى محبة الله تعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة الحياة العائلية تحتاج إلى محبة تحتاج إلى مودة وتحتاج إلى رحمة هذا هو العامل الأول المعرفة العامل الثاني الأخلاق بمعناها الأعم والعامل الثالث ونختصر الأب والأم يجب أن يكون لهما في العائلة دور المربي الأب يجب أن يكون مربي الزوج يجب أن يكون مربي الأم يجب أن تكون مربي بأقوالها وأفعالها لاحظوا لاحظوا هذه الآية الكريمة الله تعالى يقول والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما إحنا لا نطلب من الله أن يجعلنا من المتقين المتقين مرحلة عالية رفيعة ما نطلب المتقي مقام المتقي مقام التقوى نطلب أن نكون أئم للمتقين إمام المتقين يعني قدوات للمتقين يعني الناس يشيرون إلى فلان ويقولون انظروا إلى فلان في صلاحه وتقواه وصلاته وعبادته وخشوعه إمام المتقين أبو ذر إمام المتقين كل واحد مننا في هذه الآية الكريمة نطلب أن نكون أبو ذر وجعلنا للمتقين إماما آسية بنت مزاحم إمام للمتقيات يعني قدوة كل إمرأة يجب أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن تكون إماما للمتقين الأب يجب أن يكون له مقام المربي مقام المعلم هذه الكلمة التي تقولونها لولدكم أو لزوجتكم هذه الكلمة مؤثرة لا يكون واحد يقول لأولاده كلمة تحقير كلمة التحقير يعني يقول لأنت ما تفتهم تدرون ماذا أثر هذه الكلمة هذه مؤمواج في الهواء هذه الكلمة تتحول من عقله الظاهر إلى عقله الباطن هذه الكلمة تدخل في عمق وجدانه وروحه وهذه الكلمة تبقى تأثر به إلى ثمانين عام بعد تشكل عقله الباطن تشكل نظام قناعاته قارين حول نظام القناعات اللي يوجهنا في حياتنا نظام القناعات كل واحد مننا عندنا قناعات الآن إحنا الجالسين اللي يوجه حياتنا نظام القناعات من اللي يصنع نظام القناعات من جملة الأشياء كلمة الزوج كلمة الأب كلمة العوم الكلمة جدا مهم لا تظنون أن الكلمة لا تأثير لها الله تعالى ليش يقول ولا تنابزوا بالألقاب الألقاب القبيحة لا تذكروها لأنها يتأثر في شخصية الطفل من أعجب الأشياء أحد العلماء جديدا اكتشف الكلمة تؤثر حتى في الماء وهو جماد أنتوا أخذوا ماء الماء فيه ذرات صغيرة هذه هذه الزرات تتشكل بأشكال مختلفة قولوا للماء كلمة طيبة يعني يقولوا بسم الله مثلا عندما تشربون الماء وإذا بهذه الزرات تحت المجهر تتخذ شكلا طيبا لطيفا شايفين الكريستالات بهذا الشكل الثريات الجميلة اللي تعلق ذرات الماء تتخذ هذا الشكل الجميل بكلمة الله أو كلمة طيبة تقولونها إذا تقولون للماء أنت طيب يتخذ هذا الشكل أما قولوا للماء كلمة خبيثة قولوا شيطان مثلا أو قولوا أنت مو طيب أو قولوا لأنت مر هذا أحد علماء اليابان اكتشفه جديدا ومنشور على الانترنت مع صوره الصور المختلفة عشرات الصور ما خذها من ذرات الماء تحت المجهر قولوا كلمة طيبة يتشكل بشكل طيب إذا واحد قال كلمة خبيثة يتشكل بشكل بشع والعجيب أنه بدن مكوّن من الماء كم من بدن ماء حوالي سبعين بالمئة من بدن هذا ماء أنتو عندما تقولون الكلمة الطيبة مو فقط يأثر على الآخرين يأثر على كيانكم الداخل يعني عندما تقولون الله أو تقولون أنا شجاع أو تقولون أنا خلوق أو تقولون أنا رجل أحب الخير أو تقولون أنا متقي فورا ذرات الماء الموجودة في بدنكم تتشكل تشكل لطيف وتأثر في حياتكم إذا واحد قال كلمة خبيثة والعياذ بالله وإذا بهذه المياه الموجودة في البدن والتي تشكل البدن تتشكل تشكلا خبيثا وتدفع الإنسان إلى التصورات السيئة وإلى الكئاب وإلى الحزن وإلى القلق وما أشبه ذلك راجعوا اكتشاف هذا العالم البروفيسور الياباني المنشور مع صوره الاب لازم يكون عنده دور المربي دور المشوق دور المحرر يمكن هذا ابنكم يكون عالم من العلماء كبير يمكن يكون خطيب من الخطباء يمكن يكون واحد من أركان المجتمع الأركان الخيرة في المجتمع كان رجل أحد العلماء عند حداد نقوله هذا ونخطن حداد سابق النار ما كان عندهم نار بالبيت ما كان عندهم فكانوا يأتون إلى الحدادين ويأخذون منهم جمرة نار العالم كان عند الحداد شاف طفل أجي عند الحداد قال للحداد أعطني جمرة الحداد قال له وأين تضع الجمرة الطفل أخذ كمية من التراب أو الرماد وضعها على يده وقال ضع الجمرة على هذا التراب أو الرماد لأن التراب عازل أو الرماد للحرارة فالحداد تعجر أخذ الجمرة ووضعها على الرمل العالم قال له من أنت قال فلان ما دينك أنا مجوسي هذا الطفل من أبوك أبويا ميت من أمك فلان قال نادي أمك الأم جاءت قال هذا الطفل عبقري إحنا كثير من أطفالنا عباقرة الآباء والأمهات والمجتمع يضيع هذه العبقري هذا عبقري حيف تتركون هكذا قالت فما أصنع قال اجعليه عندي قالت ما يخالب العالم أخذ هذا الطفل رباح الطفل صار مسلم ثم تحول إلى عالم من كبار علماء المسلمين هذا الطفلكم يمكن يكون مرجع تقليد مراجع تقليد في المنطقة قديمة يمكن يكون مرجع تقليد يمكن يكون عالم من كبار العلماء يمكن يكون مؤلف من كبار المؤلفين ممكن يكون أحد أولياء الله سبحانه وتعالى لكن يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى تشويق ويحتاج إلى تحريض هذه ثلاثة عوامل العامل الأول المعرف لازم نطالع لازم ندخل دورات بالذات دول الشباب اللي يريدون أن يتزوجوا قبل زواجهم لابد أن يدخلوا دورة تعليمية حتى يعرفوا كيف يتعاملوا مع أزواجهم وزوجاتهم المعرف أولا العامل الثاني الأخلاق بمعناها الأعام ثانيا المحبة المودة التقدير الشكر الشورى التواضع التنازل واحد لا يكون حدي إلا رأي العامل الثاني والعامل الثالث أن يكون للزوجة والأب والأم مقام المربي في العائلة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما نسأل الله وعلى محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر